بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين في هذا اليوم الطيب والمبارك حقيقة يعني في هذا العرس الذي تمناه جميع الطلاب تم إعلان نتائج مرحلة التعليم الأساسي طبعا هذه النتائج كان حقيقة لديها العديد من المحطة أولا كانت المحطة محطة وطنية وهي أجراء الامتحانات على مستوى كامل التراب الليبي في توقيت واحد وعلن نتائج في موعد واحد وهذا كان حقيقة المحطة الأولى والوطنية التي تهدف إليها حكومة الوحدة الوطنية رئيسا ووزراء المحطة الثانية كانت حقيقة اللي بد أن تجرى الامتحان في خطة احترازية وتباعد وفق التوصيات الإجانة الطبية وجرية الامتحانات حقيقة باحترازية كاملة ومناخ حقيقة كامل اللي يتمنى حقيقة أن يستمر على نفس المنوان واليوم بمشيئة بإذن الله تعالى وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى استكمل هذا العرص بإعلان النتائج على مستوى التراب الليبي أتمنى التوفيق لطلابنا أتمنى أنهم ليحلفهم الحظ ونشحوا واللي لم يحلفهم الحظ أتمنى أن يكون الدور الثاني هو حليف ومشد رواهم بإذن الله تعالى ونبعث رسالة كوزارة التربية والتعليم بإذن الله تعالى سوف نحاول تدليل جميع الصعاب أمام طلابنا على كافة مستوياته ومراحلهم وأينما وجدوا على كامل الرقعة الجغرافية في كامل التراب الليبي وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكون ليبيا وحدة واحدة بإذن الله تعالى شكرا شكرا